الديجيتال ماركتنج احد الحاجات اللي طالها بقوة في الفترة الاخيرة في مصر وفي العالم العربي بس للأسف في ناس كتير المجال لسه جديد عليها وخايفة ومش عارفة انها تبدأ في المجال نظرا لوجود مصطلحات كتير غريبة عليها احيانا بيكون الناس ما عندهاش المقدرة انها تستوعب المصطلحات دي لوحدها او عندها شيء من الخوف وده شيء مفهوم تماما علشان كده قررت ان انزل بمجموعة من الحلقات هتبقى بلاي لست خاصة فقط بالمصطلحات هتمسك مصطلحات ديجيتال ماركتنج كل حلقة هنزل فيها بحرف او حرفين هنقول مثلا حرف الا في مصطلحات اي مهمة في الديجيتال ماركتنج حرف البي لحد ما نوصل للاخر خالص لو متحمسين للفكرة ياريت تقولوني الكلام ده في الكومنتات ويالله خلينا نبدأ اهلا بيكم مرة تانية معاكم اسلام صلاح والنهاردة هتبقى اول حلقة من حلقات اهم مصطلحات ديجيتال ماركتنج طبعا يا جماعة هتكلم في المصطلحات دي بالانجليزي يعني انا هقول المصطلح بالانجليزي وهحاول على قد مقدر ان انا هقول المفهوم بتاعه بالعربي مش الترجمة الحرفية على قد مقدر وده لسبب بسيط جدا ان حضراتكم لما هيقابلكوا اي مشاكل فلما هتحبوا تدوروا على حل المشكلة دي فاغلب الحلول دي هتلاقوها موجودة بالانجليزي في مواضيع انجليزي مع ناس بتتكلم انجليزي فالدنيا كلها انجليزي فلازم على الاقل تبقوا عارفين شكل واسم المصطلح بالانجليزي زي ما توالد كده اول مصطلح معانا هي كلمة ناس كتير فاكرة ان هو هو الماركتنج لكن في الحقيقة جزء من الماركتنج هو الجزء اللي فيه بس دفع فلوس يعني الماركتنج ده هي المظلة الكبيرة اللي تشمع لتحتها حاجات كتير جدا منها الادفرطايزنج الفرق الجاهرين ما بين الاثنين ان الادفرطايزنج انا بدفع فيه فلوس الماركتنج مش شرط اكون بدفع فيه فلوس غير طبعا لو انا خدت الجانب اللي فيه فلوس اللي هو الادفرطايزنج نفس الكلام بالنسبة للادفرطايزر الادفرطايزر ده اللي هو الشخص المعلن ده اللي هو الشخص اللي بدفع فلوس علشان المحتوى بتاعه يظهر للناس الثاني مشطلح معانا هو A-B Testing ال-A-B Testing ده بكل بساطة ان انا هنا بعمل اختبار ما بين A وما بين B عندي حاجتين بعمل ما بينهم اختبار علشان اشوف ايه اكتر حاجة فيهم هتجيبلي نتائج فبالتالي مثلا لو انت عندك صورة A وصورة B ممكن تعمل ما بينهم اختبار لو عندك فيديو A وفيديو B عندك تكست A وتكست B عندك اي حاجتين عايز تقارن ما بينهم فبتعمل ما بينهم ال-A-B Testing طبعا انت لما بيكون عندك عوامل كتير قوي يستحسن ان انت تسبت كل العوامل وتنقي حاجتين بس تعمل فيهم ال-A-B Testing ده علشان تضمن ان النتائج بتاعتك دقيقة مية في المية وتعرف ايه الحاجة اللي اثرت فعلا على ال-Behavior او على التصرف بتاع الناس اللي انت بتستهدفهم بال-Content او بالاعلان بتاعك علشان تعرف ايه الحاجة اللي فعلا كانت مؤسرة هل هي A ولا هل هي B الثالث مصطلح معانا هو ال-Ad account ال-Ad account ده بيبقى المنصة الاعلانية اللي احنا بنعمل من عليها الاعلانات في اي منصة من منصات الاعلانات اللي موجودة جوجل او الفيسبوك انترست او سناب شات اي منصة على الاطلاق بنعمل منها اعلانات بيتم الكلام ده من خلال ال-Ad account بعد كده عندنا مصطلح اسمه audience audience ده اللي هو الجمهور الجمهور ده الجمهور اللي انا بستهدفه لو انا مثلا بستهدف جمهور معين وليكن مثلا الرجالة اللي سنهم من 25 ل35 سنة فده هو audience بتاعي طبعا ما بيكونش فيه جمهور واحد بس بناستهدفه بيكون فيه شرايح كتير جدا للجمهور اللي انا بستهدفه لازم طبعا بتكون عارف بالزبط او بشكل تقريبي ايه الشريحة اللي انت بتبقى عايز ان انت توصلها المصطلح اللي بعد كده معانا اسمه above the fold يعني ايه above the fold دلوقتي لما حاضرتك مثلا بتفتح شاشة الموبايل او لما بتفتح اللابتوب بتاعك وبتبص عندك على الشاشة فبتلاقي الجزء اللي ظاهر قدامك على طول هو ده above the fold طالما انت لسه ما عملتش scroll وانزلت تحت او ما جتش ببقرة الماوس وانزلت كل ده انت above the fold طب ده مهم في ايه؟ مهم في ان انت دلوقتي الحاجة اللي بتبقى ظاهرة لليوزر او للشخص اللي بيزور الموقع بتاعك او اللي بيشوف الاعلام بتاعك او اللي بيتفاعل مع الكونتنت او المحتوى بتاعك الشخص ده بتبقى فرصته عالية جدا انه هو ياخد الاكشن اللي انت عايزه ياخده طالما هو شاف الحاجة قدام عنيه على طول طالما ما عملش اي مجهود في انه هو ينزل تحت اكتر انت انا قدرت ان انت تزود فرصك كويس جدا في ان اليوزر ده ياخد الاكشن اللي انت عايزه فلو انت عايز اليوزر ده مثلا يشتري منك خلي الزرار بتاع الشراء اباف ذا فولد لو انت عايزوا يتواصل معاك حطله الكونتكت فورم او الحاجة اللي هيتواصل معاك من خلالها اباف ذا فولد لو الحاجة دي لأي سبب من الاسباب تحت خالص وهيضطر ان هو يعمل سكرول عشان يوصل لها حطله زرار فوق بنسميه كولتو اكشن اول ما يدوس عليه يوصله للحاجة اللي هو هياخد فيها الاكشن يعني لو انت حاطت مثلا الكونتكت فورم بتاعتك تحت حطله زرار فوق قل له تواصل معنا دلوقتي فانه هيدوس على الزرار اللي هو اباف ذا فولد هينزل تحت اوتوماتيك وهياخد برضو الاكشن طيب انت هنا خط طريقة تانية بحيث ان انت تسهل اجراء ده عليه بعد كده معانا مصطلح اسمه اد سبيس او المساحة الاعلانية المخصصة لك ده بكل بساطة كده زي ما تكون جايب يفطط اعلانات بأجر يفطط اعلانات في الشارع علشان تحط عليها الاعلان بتاعك هو ده الاد سبيس بيكون موجود في بعض المواقع اللي بيكون فيها مساحة اعلانية بحيث ان انت بتعلن فيها عن الحاجة اللي انت عايز تعمل بها اعلان والمنصة دي بتاخد فلوس في مقابل انها بتحط الاعلان بتاعك في المكان ده بحيث الناس الزوار اللي بيجوا على الموقع ده يشوفوا الاعلان يدوسوا عليه يوصلوا للموقع بتاعها طبعا ما ينفعش نقول الاد سبيس من غير ما نقول جوجل اد سينس اد سينس دي المنصة اللي هي بتعمل سيرفنج للإعلان او هي اللي بتحط الاعلان في الاد سبيس بيجي الادورتايزر بيدفع فلوس لجوجل سيرفنج للاعلان ده او انا عايز الصورة دي تبان في المواقع بتاعتك فجوجل بتكلم المواقع اللي هي او الناس اللي هي عندها مساحات اعلانية بتحيس انها تحط الاعلان بتاع الادفرطايزر في الاد سبيس اللي موجودة عند وبتطيق الادفرطايزر يدفع فلوس لجوجل وتبتدي جوجل بعد كده من خلال اد سنس تحاسب بتديله فلوس في مقابل عاد المرات اللي الاعلان ده ناس شافته وزارة الموقع بتاع الادفرطايزر او خادة الاكشن المراد ان هما ياخدوه لكن للاسف ده مش دايما بيحصل لان في حاجة اسمها وده المصطلح اللي معنا بعد كده اكيد حضراتكم وناس كتير منكم بتستعملوه ده حاجة بكل وساطة مثلا بينزل عندك على البراوزر بحيس ان هو بيمنع الاعلانات انها دايما تظهر وانت بتعمل براوزنج او انت بتشوف المواقع ما بتلاقيش الاعلانات بقى عمالا تظهر لك كل شوية والصور اللي عمالا تعمل فوب اوب والتيكست والحاجات دي كلها الاد بلوكر بيلغيها خالص عمرك ما سألت نفسك بعد ما سجلت الحاجة معينة الايميل اللي بيوصل لك على طول في ساعتها ده وصل لك على طول بالسرعة دي ازاي؟ هل يطارة في حد قاعد وعمال كل حد بيسجل بيبعث له ايميل بيطارة لو في مليون واحد بيسجله في نفس الوقت هل الشخص ده هيبعث للمليون واحد دول كلهم في نفس الوقت لحصن الحظ لأ لان دي وظيفة الاوتوريسبوندر ومن اسمه هنا ده بيدل على ان هو بيتجاوب بشكل اوتوماتيك مع الزوار او مع الناس اللي هم بيحققوا الشرط اللي انت بتقول الاوتوريسبوندر اوتوريسبوند عليه فدلوقتي ممكن يكون في اوتوريسبوندر بيشتغل على فترات بتقوله انت مثلا ابعت ايميل للناس اللي هي بتعمل سوبسكريبشن او الناس اللي بتسجل عندنا في الموقع فاول ما يسجلوا يبعث لهم ايميل ممكن تقوله والله ابعت للناس دي ايميل كل اسبوع او كل ثلاثة ايام فبيبتدي هو يبعث لهم ايميل اوتوماتيك كل ثلاثة ايام من التاريخ اللي هم اسجلوا فيه وبالتالي انت بتريح دماغة خالص وبتسيب الاوتوريسبوندر يعمل الشغل ده كله الاوتوريسبوندر فيه منها منصات كتير بتقدمها زي ميل تشيم اكتف كامبين ومنصات تانية كتير جدا نيجي بعد كده للاناليتكس او جوجل اناليتكس اناليتكس ده من احد اعظم الحاجات اللي قدمتها جوجل ده عبارة عن platform انت بتربط الويب سايت بتاعك فيه بيدرس ال user behavior او بيدرس الناس اللي زارت الموقع ده خدت actions عاملة ازاي بالزبط في الموقع بتاعك وصلوا الفين في الموقع بتاعك وبعد كده مشيوا مشيوا في انهي مرحلة بعد ما اشتروا المنتج ولا قبل ما يشتروا المنتج فيه مرحلة عندك فيها مشكلة في الويب سايت وفيه ناس كتير بتخرج من الويب سايت فيها ولا لا الحاجات دي كلها بتبانلك من جوجل اناليتكس ونيجي بعد كده لمصطلح ال affiliate marketing دلوقتي فيه شخص عنده منتج او عنده سلعة وحضرتك دلوقتي مسوق فدورك ان انت كمسوق ان انت تعمل advertising او تعمل marketing للسلعة بتاعته اللي هو ال affiliate marketing بحيث ان انت تبيع له السلعة بتاعته وفي مقابل مجهوداتك في ان انت تبيع السلعة دي بتطيع تاخد عمولة او commission فهو ده ال affiliate marketing كل اللي عليك تعمله ان انت بتسوق للمنتج ده وما بتشغلش دماغك بعد كده بقى بال customer service ما بتشغلش بالك بشحن المنتج ما بتشغلش بالك بايحة كل اللي عليك ان انت بتقنع الناس اللي انت بتكلمهم ليه المنتج ده حلو وليه المنتج ده كويس ال alt tag دلوقتي عملية قرية المحتوى من خلال محركات البحث بتتم من خلال حاجة زي العناكم بنسميها spiders او boots او crullers دي بتقرى الكلام بس مش الصور ال alt tag ده بيكون عبارة عن كود بسيط من ال html بيتحط جوه كود الصورة وبنكتب فيه بالظبط الصورة دي بتتكلم عن ايه بحيث ان احنا نسهل على محرك البحث ان هو فعلا يفهم الصورة دي بتتكلم عن ايه يعني على سبيل المثال لو انت حدث في الموقع بتاعك صورة لنمرأ ابيض فانت هتحط الصورة وهتيجي في ال alt tag بتاعها وهتكتب white tiger كده اي حد هيروح لمحرك البحث بعد كده وهيكتب white tiger فانت هنا هيبقى عندك فرصة كويسة جدا ان الموقع بتاعك هيظهر في محرك البحث ده للكلمة اللي هم دوروا عليها اللي هي white tiger لان ال spider عارفت تغير الصورة بتاعتك ولقت ان فيها white tiger ال auction او المزاد ده عبارة عن وسيلة من اسمها كده مزاد بحيث بنشوف منها الناس اللي هي عايزة تقدم اعلان كل واحد فيهم بيقول مثلا انا هدفع كذا علشان اقدم اعلان بتاعي ييجي الشخص اللي بعد يقول انا هدفع اكتر منه علشان اقدم الاعلان بتاعي بس هل يا ترى كل واحد لما بيدفع اكتر ده بيضمن ان الاعلان بتاعه هو اللي بيظهر للأسف لا او لحسن الحظ ليه لان لو الموضوع كله كان اللي بيدفع اكتر هو اللي اعلانه بيظهر اكتر كان ساعتها الموضوع بقى سبام بشع جدا وكان زمان الكونتنت اللي احنا بنشوفه على اي منصة اعلانية كنتنت توحش جدا لان كان صاحب الفلوس الاكتر هو اللي هيكسب فعشان كده نظام الاوكشن في المنصات الاعلانية ببقاش معتمد على الفلوس فقط ولكن بقى معتمد على الفلوس وفي نفس الوقت بقى معتمد على جودة المحتوى اللي انت بتقدمه اللي اتنين مع بعض الفلوس مع جودة المحتوى هي اللي بتخليك تحقق رانك اعلى او بتحقق درجة اعلى في المزاد اللي انت داخل فيه وصاد المنافسين بتوعك وبيخليك ان انت تعرض الاعلان بتاعك في سبوت اعلى او ان هو الاعلان ده ناس اكتر بتشوفه وبتمن اقل اخر مصطلح معانا في حرف الايه وهو مصطلح مهم جدا الالجوريثم او بالعربي بتاعه الخوارزمية ده بكل بساطة مجموعة من العمليات او المعادلات او القواعد اللي بتكون موجودة في المنصات الكبيرة اللي احنا نتعامل معاها زي جوجل زي فيسبوك زي اي منصة من المنصات اللي انت ممكن تعمل من عليها ماركتينج الهدف من الالجوريثم انها بتعمل مجموعة من الحسابات المعقدة جدا اللي بتتم بشكل اوتوماتيك متبرمج عليه البلاتفورم ده الهدف منها انها بتقلل التدخل البشري على قد ما تقدر وفي نفس الوقت بتعمل الحاجات اللي هي بتتم في الباك اند بتاعت اي بلاتفورم احنا بنشتغل عليه يعني لو احنا هنشتغل مثلا على ان احنا بنحاول ان احنا نخلي موقع يبقى في اول صفحة خالص على محركات البحث او على جوجل فالموقع ده بيعمل حاجات كتير جدا الالجوريثم بتاخد الكلام ده في الاعتبار علشان تشوف والله هل الموقع ده انحقق الحاجات كتير اللي انا حطيتها في الالجوريثم بتاعتي ولا لا لو الحاجات اللي هو عاملها ماتشنج مع الالجوريثم بتاعتي فخلاص كده الموقع ده هيبتدي ياخد رانك اعلى على محرك البحث نفس الكلام لو انا مثلا بعمل اعلان على منصة اعلانية فالاعلان ده علشان اوري الناس بيتم مجموعة من العمليات المعقدة جدا علشان اشوف والله الكواليتي او الجودة بتاعت الاعلان عاملة ازاي المحتوى اللي انت بتقدمه في الاعلان عاملة ازاي الناس راضية عن الاعلان ولا لا بيبتدي الكلام ده يتم في كذا اعلان مش اعلانك انت بس كل شوية بيكون في مجموعة كبيرة من الناس بتعمل مزاد على الاعلان اللي هو الاوكشن اللي احنا تكلمنا عنه بيبتدي المنصة الاعلانية تشوف والله هل بالنسبة للخوارزمية بتاعتها هل بالنسبة للالجوريثم بتاعتها انت احسن حد محقق وعمل ماتشنج مع الالجوريثم ولا في منافس تاني ليك في نفس الاوكشن او في نفس المزاد محقق قيمة احسن او عامل ماتشنج مع الالجوريثم بشكل احسن منك وبالتالي هو اللي بياخد رانك احسن منك وهو اللي بيدفع فلوس اقل عشان الاعلان بتاعه يبان انصون للاسف مفيش وصفة صحرية بتقول الالجوريثم بتمشي ازاي او ازاي بنتعامل معاها لكن احنا بنحاول نقلل من اخطرها على قد ما نقدر لان لو انت زعلت الخوارزمية منك لو زعلت الالجوريثم منك انت هتزعل جدا كل اللي نقدر عليه ان احنا بنحاول نفهم بس الدنيا بتاعتها ماشي ازاي من خلال مجموعة من التكاهنات من خلال مجموعة من قراء الناس كتير الخبرة في المجال اللي هم بيقولوا مثلا الالجوريثم بتاعت جوجل ماشي ازاي دلوقتي الالجوريثم بتاعت البيس بوك الالجوريثم بتاعت التارجيتينج ماشي ازاي بتحاول ان انت تتناشى مع الالجوريثم دي بحيث ان انت تصحبها على قد ما تقدر وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة ياريت لو في اي مصطلح معين انتو عايزين نتكلم فيه سيبهولي داحت في الكومنتات اشتركوا الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واتدوصوا على علامة الجرس عشان يوصلكوا بقية الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله في السلسلة في الاخرى اللي جاية واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي سلام عليكم